اكد سموه الملكية الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ان الاصرار على التقدم ومواصلة البناء يرتكز على اركان راسخة من الامن والاستقرار لصوم المكتسبات ومواصلة تطويرها وهو هدف تشترك فيه الاوطان التي تحرص على الحفاظ على سيادتها ومصالح شعبها وقال سموه انه ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فقد عملت مملكة البحرين على مواصلة تطوير مقويماتها الدفاعية والامنية كما سعت الى تعزيز شراكاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يعود بالخير على مملكة البحرين وابنائها ويحقق المصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر ولد الزيارة التي قام بها صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع صاحب السموه الملكي الامير اندرو دوغيورج الى منشأة الاسناد البحري الرياضي اقيمت مرسم حفل الافتتاح الرسمي لمنشأة الاسناد البحري البريطاني بميناء سلمان وبحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ومعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الاركان وعدد من كبار الضباط وقد اكد صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء ان افتتاح مشأة الاسناد البحري البريطاني بميناء سلمان محطة هامة في سجل جهود المملكة لصون امنها واستقرارها والافاء بالتزاماتها الاقليمية والدولية في هذا المجال كما يشكل ملمحا استراتيجيا في علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة المتحدة الصديقة والممتدة عبر ما يزيد على قرنين من التعاون والتنسيق على المستوى على الاسعيدة كافة واشار سموه لدعم واهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه بتوطيد وترسيخ علاقات التعاون والصداقة التاريخية مع المملكة المتحدة منوها سموه بدور منشأة الاسناد البحري البريطاني في اثراء التعاون الثنائي المشترك بين المملكتين خاصة في المجالات العسكرية وحفظ الامن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة مشيدا سموه بالموقع البارز للمملكة المتحدة الصديقة في حفظ الامن والاستقرار دوليا وقد القيت عدد من الكلمات بهذه المناسبة اذ القى صاحب السمو الملكي الامير دوغ يورغ كلمة اشار فيها الى ان اهتمام جلالة الملك المفدى وجلالة الفنكة اليزابيث الثانية قد عزز من قوة العلاقات التاريخية والشراكة بين البلدين الصديقين منوها سموه الى ان منشأة الاسناد البحري البريطاني ستخدم المصالح المشتركة للبلدين كما قال سمو الامير دوغ يورغ الى ان هناك حرص كبير على مواصلة تطوير افق التعاون بين البلدين معربا عن ثقته في متانة اسس الشراك بينهما واملا في استمرار تناميه متمنيا التوفيق لسلاحي البحرية في المملكتين الصديقتين كما القى معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجي كلمة عرب فيها عن الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى وجلالة الملكة اليزابيث الذين رعى يستمرار تنامي العلاقات بين البلدين الصديقين كما اعرب عن التقدير لصاحب السمو الملكي دوغ يورغ لحضوره حفل افتتاح منشأة الاسناد البحري البريطاني اليوم الذي يقام بعد فترة وجيزة من احتفال البلدين بمائتي عام من الصداقة والشراكة الممتدة بينهما كما اكد معاليه ان الروابط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة اقوى من اي وقت مضى وشراكتهم التاريخية تواصل الازدهار كما ان التعاون على الصعود الاجتماعية والاقتصادية والتجارية يواصل التطور والنماء وقال معاليه ان افتتاح منشأة الاسناد البحري البريطاني يشكل لحظة هامة يحتفي فيها البلدان بفصل جديد في علاقتين العسكرية التي لا طالما كانت مكونا اساسيا في التعاون بينهما فلقد كان للتعاون الدفاعي والامني دورا محوري في الحفاظ على امن واستقرار الخليج على مدار التسعين سنة الماضية فقد عمل منتسب سلاحي البحرية البحريني والبريطاني جنبا الى جنب للحفاظ على الاستقرار على مدى ثلاثة ملايين مربع في المياه الدولية كأعضاء في القوات البحرية المشتركة واضاف ان هذه المنشأة وفي اول تواجد بحري دائم للمملكة المتحدة في البنطقة ومنذ عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين ستكون احدى اهم مرافق الاسناد للبحرية الملكية البريطانية خارج المياه البريطانية الاقليمية ما سيوفر دعما حيويا للمهام الاستراتيجية المشتركة والاهم انها تشكل تجسيدا واضحا للالتزام المشترك بتعزيز اطر التعاون والتنسيق حيال مختلف التحديات واختتمت مراسم الافتتاح بجولة تفقدية لمرافق المشأة ثم تفضل صاحب السموال الملكي ولي العهد ودوغ اورغ بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية